على اتغيرت معها حاجات كتير قوي في الرياضة المصرية عامة وفي النادي الاهلي بشكل خاص وهنا مهم نعرفكم مرة تانية على عبدالخالق سروة باشا الرئيس الثالث للنادي الاهلي عبدالخالق سروة باشا من موليد القاهرة سنة 1873 وتلقى فيها تعليمه الابتدائي والسنوي والتحق بمدرسة الحقوق العليا وتخرج فيها سنة 1889 وكان واحد من مؤسسي اول مجلة مصرية في القانون واشتجل في قلم قضايا الدائرة الثانية وبعدين اتنقل للعمل بوزارة الحقانية اللي هي وزارة العدل وترقى قاضي وبعدين مستشار بمحكمة الاستقنار بعد كده تولى منصب مدير مدرية اسيوت يعني محافظ اسيوت وفي سنة 1908 اصبح اول مصري يشغل منصب النائب العام واختير نظر للحقانية والداخلية والخارجية في وزارات مختلفة وتولى رئاسة مجلس النظار اللي هو مجلس الوزراء مرتين وكان اهم اعماله السياسية انتزاع ما عرف بتصريح 28 فبراير 1922 اللي بموجبه اصبحت مصر دولة ذاتة سيادة رغم وجود اربع تحفظات ولأول مرة يصبح لمصر سفراء لدى الدول الاجنبية وتم الغاء وظائف المستشارين الانجليز في الوزارات الحكومية وقلغية الاحكام العسكرية وتم تشكيل لجنة لوضع اول دستور في تاريخ مصر سنة 1923 وتوفي في 22 سبتمبر 1928 سچوا اشتركوا في القناة